والآن مع فقرة العربية نت وينضم إلينا من فريق العربية نت الزميل هادي طرفي صباح الخير يا هادي صباح الخير يا هادي صباح الخير يا هادي هادي خيرينا واشي نبتدي بأول موضوع كان زميلنا محمد جمال عمل مقابلة مع مدونة سعودية سوفانة سيجيني وعندها مدونة لطيفة عن كيف التعامل مع تويتر بلا توتر زي ما بتقول هي نعم هي سلسلة مقالات تنشرها الكاتبة والمدونة السعودية على مدونتها وهي عنوانها هناك المزيد في هذه المقالات هي تصف بأسلوب أدبي كيفية التعامل مع هذا الموقع التواصل الاجتماعي وتقدم نصائح مختلفة وتحكي عن تجربتها الطويلة مع تويتر تقول أنها في البداية اكتشفته كطائر لطيف لكن بعد فترة اكتشفته أنه له أنياب ومخالب ربما تريد تشير إلى الخلافات التي تحدث على هذا الموقع والآن تقول أنها علاقتها سعيدة وحميمة مع تويتر وتقدم نصائح مختلفة خاصة في مواضيع التي تخص الاختلاف الرأي فهي يعني توصي بربط الجأشي والرد بأسلوب يعني يكون مفيد للجميع المشاركين على هذا الموقع أي وعند اقتراحات أنك تعمل لست تفتح النفس وأشياء تضحك وكذا حسب ما قرأت نعم هذه التوجيهات كلها يعني لم تكن فنية كلها بأسلوب أدبي مثلا يعني حتى عنوان مثلا الراد على الصقور يعني تحت هذا العنوان هي تقول وما يميز يعني المقالات هي يعني تكتبها بلهجتها الجميلة للسحودية طبعا يعني أم حوافقك الرأي أبدا في هذا الموضوع متحيز أكيد حتى فيك مهارك نعم رشاطر كثير على تويتر أنا إيوه صراحة نشيطة طيب هذا الموضوع الثاني موضوع أهم جدا للاري كينغ كان فيه تصريحات على ما يبدو للعربية نت وسائل الإعلام لا تقود ثورات ولا انتفاضات شعبية خبرنا أكثر عنها نعم هي مقابلة جراها زميلنا باسل حد جاسم في أستانا خلال زيارة كينغ إلى هذا البلد وتحدث طبعا عن الثورات العربية التي نشاهدها يعني نتابع أخبارها يقول أن وسائل الإعلام لم تترك دور في هذه الثورات خلافا لما تروج بعض الأنظمة لها بل كل ما هناك هي يعني التقنيات الموجودة على تويتر مثلا ومواقع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي أيضا بما أنه له يعني شهرة عالمية كينغ تحدث عن عماله المستقبلية وقال أنه رغم أنه احتزل عن برنامج شهير يعني كينغ لايف يعني لكنه يعد عدة برامج للسي ان ان رغم أنه الآن في السن السبع وسبعين وسألوا كما نظن عن الرؤساء اللي التقاهم صحيح نعم آخر رئيس هو يعني أشار إلى اللقاء هو معامر القذافي ونحن نتابع يعني على شرط الخبار الموجودة يعني أخبار ليبيا يقول أنه عندما أراد أن يجري معه مقابلة يعني قبل قدوم القذافي إلى الستوديو يعني بشكل غير طبيعي المرافقين له يعني يطلقوا صراحة أنه زعيم نصا يصل الآن والستوري أو في القصة الأخيرة كمان هي سارة كانت فكش فريد أول نقش عربي تقريبا يتم العثور عليه منذ زمن الصليبيين هذي نعم هو هذا أول نقش عربي يعني يعود إلى الفترة الصليبيين يعود إلى ملك صليبي هو فريدريك الثاني يعني ما يحتويه النقش وهو من الرخام ويعود إلى ثمانية قرون يعني إنجازاته وألقابه بعد انتصاره على حرب مع أحد صلاطين السلالة الأيوبيا في مصر يعني وطبعا في القصة معلومات تاريخية عن هذا الملك كيف يعني يوصف بأنه كان قد يهتم بالثقافة العربية والإسلامية حتى أثارت هذا التوجه يعني بينه وبين البابويين خلافات كبيرة شكرا كتير لوجودك معنا نصالح بحلقات أخرى نتحدث عن مواضيع أخرى أيضا للعربيين شكرا شكرا